السلام عليكم متابعينا موضوعنا الاساسي هو النادي الافريقي ونبدأها بالعناوين خمسة لاعبين لن يتم تجديد عقودهم مع النادي الافريقي اتفاق حسن بين شركة أوريدو وإدارة الفريق عرض جزائري لبلحسيني والسلامي يحسن مستقبل اللعب سيكون خمسة لاعبين خارج سور النادي الافريقي مع نهاية عقودهم وذلك بقرار من المدير الرياضي وسامة السلامي وهم رامي البدوي وغازي عبد الرزاق وصابر خليفة ونبيل لعمارة إضافة إليها بالحسيني حيث من المرجح أن ترتفع هذه القائمة في الأيام القادمة وتوصلت إدارة الافريقي لاتفاق مع شركة أوريدو الراعي الرسمي ومستشار الفريق وحسب آخر الأخبار فالنفح هذا الاتفاق هو تمديد التعاقد بين الطرفين بعد اقتراب نهايته في جوان المقبل إضافة إلى حوافز مادية جديدة تتطور في صورة أهل الفريق لمسابقة إفريقية وتلقت لهيئة المديرة للنادي الافريقي عرض رسمي من شبيبة القبيل لللاعب الجزائري هيب الحسيني قيمته سبعين ألف أورو ورفضت لهيئة المديرة لعرض المقدم وطالبت بمبلغ مئة ألف يورو للتفريط في اللاعب لشبيبة القبيل الجزائري لهنا يكون وصلنا لأخر الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باشتوصلكم الأخبار الحصرية